نبدأ نقول هنركز 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 في الفهم وعدم الحفظ الفهم هيسهل الطريق الحفظ يجعلني أنسى حتى لو القرآن الكريم فهنتفق مع بعض أن كلام لأكلام الأول على الجمهورية بيقول لكم اسمعوا كلامه بيقول لكم التفكير أهم افهموا الأفكار ما تحفظوش الأفكار الأول كده الناس اللي حضرت الحصة اللي فاتت بيقولوا كان عندهم أسئلة هل في حاجة بالنسبة للأسئلة احنا النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم في البلاغة فقط بس بالنسبة للحصة النحو اللي تكلمنا فيها احنا هننزلكم يعني امتحان بس امتحان على اللي احنا خدناه احنا كنا بنأسس هل في أسئلة عندكم النهاردة للحصة اللي فاتت في دقائق كده اتفضلي يا زينبو ازاي حضرتك يا مصر ازايك يا زينب أخبار إيهنا إيه الحمد لله تمام يا مصر هو أنت كنت بتقول أني الذي يعني بتعرف اسمه موصول مبني في محل رفع أجر أو نصبي يعني نعم إلا في ثلاث حالات أنا ما قلتش كده أنا بقول غالبا أيو غالبا آه آه يعني إلا في ثلاث حالات اللي انت انتبتهم لنا في الآخر دولا مش مجاش تلاقي تلاقي عمتا أنا أقدر أجيب للذي مضاف إليه وأقدر يعني على حاسب إنما هي الذي والتي هي الذي والتي بقول غالبا لو جاءت بعد معرفة غالبا طب أقول بقى عكس غالبا إيه أنا عندي أعمدة الجملة يعني ربنا عز وجل قال في القرآن الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا إلى آخر الآية إنما خلاص كفة ومكفوفة المؤمنون مبتدأ الذين خبر فلما مش ثلاث حالات عمتا انت هكلي أعمدة جملة ما هنعت دا بعيدا عن أعمدة الجملة اللي حال بعيدة عن أعمدة الجملة يعني إيه أعمدة الجملة لو جملة فعلية طلعين الفعل والفاعل والمفعول الأول لو جملة اسمية طلعين المبتدأ والخبر لطلعت مبتدئين هكلي خبرين كل ما تلاقي فعل هتيلي فاعل احنا قلنا كل الأفعال لها فاعل فاكرين إلا الفعل إيه كل الأفعال لها فاعل فاكرها إلا الفعل إيه اللي ملووش فاعل وده موجود في كتاب الوزارة صفحة 200 طالما الفعل طالما ليس له فاعل في كتاب الوزارة بيقول إيه أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه فاكتاب الوزارة طلب مني أعرف طالما وأعرف إحسان طالما فاعل ماضي لأن أصلها طالع وما هنا كف الطال عن العمل يبقى إحنا بنقول إن أي فعل هتي فاعل يعني جاء الذي يبقى فاعل رأى الطالب الذي درس له في المدرسة من اللي رأى الطالب رأى مين الذي يبقى مفعول به إنما رأى الطالب الذي نجح في الامتحان أستاذه يبقى من اللي رأى الطالب رأى مين أستاذه يبقى الذي دي نعك يعني أنا أقصد أقول إيه بعد أعمدة الجملة أسلوب المتح بيقول لي إيه بيقول لي إن أنا عايز فاعل متح وعايز فاعل وعايز مخصوص فلو قال لي نعمة طالبه الذي اكتهد أو نعمة طالبه الذي حصل على المركز الأول يبقى أنا عايز الأول نعمة وعايز الفاعل وعايز المخصوص بالمتح ما عنديش مخصوص هنا إلا الذي يبقى ما ينفعش يبقى الأول طلع الجملة وبعدين براح تبقى هلاقي إنها جاءت ناعة تقول لي لي أنت بقى إيه تاني هل أجبتك على السؤال ولا إيه زيني ها آه فهمت شكرا للحضر معلش معي سألتهم اتفضل نحن خدنا اللي هو آخر برضا الطبعة لما كتبت للمثال بتاع مدرستنا التي يشرح المدرسون المواد فيها بضمير لها دين علينا نحن التي هنا برضا اقعرضناها اسمه موصول مبني في محل رف نعم مش هو مفروض يعني النع تبيد بعن منعود مفروض النع هو اللي مفروض أنه هنا عربناه في محل جر مضاف لا أنا أعلم هو فيه ضمير متصل لو نعت ده الضمير المتصل ده أي ضمير متصل في اسم بدل الألف ولم يعني أي ضمير متصل في اسم ده عمل زي بدل الألف ولم مدرستنا الجميلة هل الجهة هقول مدرستنا الجميلة يعني يعني طب ما هي مدرستنا دي زي مدرسة المسلمين أو مدرسة المصريين هقول الجميل الجميلين حبيبتي أنا المضاف لي أو الضمير المتصل ده ما ليش علاقة من المنعوت أبدا خالص الضمير المتصل ده ما هو إلا بيعرف الكلمة بس إنما نعت بيتبع الكلمة أنا مالي من الضمير يعني كأننا نحن بنقول المدرسة كذا آه معروف أي ضمير مدرستنا مدرستك الجميلة لو قلت مدرستك جميلة هقول المدرسة جميلة مدرستي جميلة هقول المدرسة جميلة مدرستنا جميلة المدرسة جميلة مدرستهم الجميلة هقول المدرسة جميلة كذا يعني الموضوع سهل أو يعني حد عنده أسئلة تانية يا جماعة فضل هو كان بقول له بكاء لله في خلقه عجائي هو عجائب دي خبر لا مش خبر أصلا ده مبتدأ مبتدأ ناس مبتدأ لخبر لله يعني مش في خلقه شوفها سيدي هي مش لله أصلا قولي الجملة كده وهنا فيه سلوك تعجب لله في خلقه عجائب هنا جاية لفي خلق الله عجائب مش لله انت فاهم يعني هنا عجائب جاية في الجملة اللي انت عايزها دي جاية لفي عجائب انت فاهم في خلق الله عجائب دعني ما سأقول هناك في مصر أصار يبقى هنا أصار في مصر يبقى تكون مبتدأ لا قول كده تاني تاني ايه هناك في مصر أصار لا هناك آثار أصار دي مش في مصر أصار هنا الجملة بقى خلي بالك معي لما قول هناك في مصر هل الجملة أصلا تمت لا لا هناك آثار في مصر ده بيسموه أسلوب قصر تقديم الجر والمجرور على المبتدأ المؤخر هناك دي اسم إشارة مبني في محل نص بقى ظرف وشبه الجملة خبر مقدم ها انت حضرت معنا الحصة اللي فاتت ها طب يلا يا جماعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده يا باهوت أولا يعني البلاغة دي أنا يعني النهاردة عايزين نحس بالأمان شو هي بالنسبة للبلاغة أنا مش قاعد في محاضرة في جماعة عشان نقعد ونعرف البلاغة يعني ايه خلينا نفهم مع بعض أنا عايز أحل الامتحان ازاي طب والامتحان هايا جيل ازاي أولا عشان نكون مطمئنين كان زمان وانتو نفسكو في أولى سنة وتانية سنة والكلام ده كان الأسئلة بتيجي بالنظام القديم شوية ايه هو النظام القديم بيجيب قطعة وعليها أسئلة البلاغة مش كده احنا طبعا هنشتغل بلاغة بكل الطرق الممكنة ولكن البلاغة يا حضرات مش كده دلوقتي البلاغة هو بيجيب بيت شاري مثلا ويقولك التشبيه هنا نوعه ايه استنى اللي فاتت قال نوعه ايه فاحنا مش نهم الحاجة يعني النهاردة لازم نشتغل أنواع التشبيهات الضروري فلازم نعرف التشبيه ده نوعه ايه فأنا محتاج بالنسبة للتشبيه محتاج أعرف أنواعه مثلا ومحتاج أعرف الاستعارة أنواحها ومحتاج أعرف بالنسبة ليه سر الجمال وينفرق بين سر الجمال والقيمة الفنية عشان موضوع بقى البلاغة وغيرها اللي وتعب مصر السنة اللي فاتت أو الطلاب السنة اللي فاتت هو الأسئلة المقالية الأسئلة المقالية اللي محدش تدرب عليها تقريبا غالبية ما تدربوش عليها تمام؟ فإحنا بنتدرب على كل حاجة ممكنة طيب أنا لو دخلت في دائرة البلاغة كفاهمة بقى عن معليشي أنا مش أعطت منظر عليك وأقول لكم البلاغة هي مطابقة الكلام لمقتضى الحالي مع فصاحته الكلام ده يتقل لطلبة جمعة عشان يبدأوا بعد كده يعرفوا لا إحنا طلبة سنوية عامة ومن الآخر بندرس مع بعض لحصول على درجة فإحنا كلنا بنسعى للحصول على الدرجة طيب أنا عندي البلاغة اللي هاخدها حطي مكانها التعبير المجازي التعبير المجازي لما أقول مثلا إيه اللي بيت لبس هقوله للملابس طب لو قلتلك إيه اللي بيت لبس وقلتلي البيوت لأ يبقى أنت دخلت في دائرة تانية فده تعبير المجازي أنا عارب اللي بيت شرب مية ما حدش يقوله اللي بقى عصير اللي بيت شرب مية يا عربون عز وجل قاله لما أتكلم في قرآني وقال كله واشربه قال يصدر مية يعني زمان ما كانتش فيه خلاط وكانتش فيه مجال لا الشرب مية تمام وبالتالي لما أجي أقول شاربته لو أنت النهاردة خدت الحصة وقلت كده وأتمنى أنكم تقولوا لقد شاربنا البلاغة لا البلاغة ما تشاربش يا حدث أمالدي ندخلها في دائرة إيه؟ هندخلها في دائرة البلاغة اللي هو التعبير المجازي فأنا عندي حاجة اسمها مجاز إحنا مثلا أنا هبدأ بالسفنة طبعا هبدأ من تحت السفنة ولكن هقول ليه اللي سمع أنا عندي المجازي هو التشبيه الاستعارة الله أمال إيه المجازي المرسل؟ لا المجازي المرسل هو جزء من المجازي طب قالوا علي مرسل ليه؟ لأن الاستعارة العلاقة بينهم مشابهبة والتشبيه العلاقة مشابهة بس المجازي المرسل علاقات مرسلة المرسلة يعني إيه؟ ما تعدش أكتر من علاقة أكتر من علاقة عشان تكون ما فيش حاجة اسمها علاقة اسمها علاقة ودي علينا في المنهج بالمناسبة يعني يعني يقول لك مفرد علاق إيه؟ مفرد علاق علاقة يبقى إحنا بندخل في دايرة البلاغة بندخل في دايرة فهن أنا الجندي أسد الجندي عمره ما كان ولا هيكون أسد الجندي ممكن أقول عليه شجاع طب قلت أسد أنا جبت بلاغة عشان أبيم قوته البنت دي أمر هي لا أمر ولا حاجة دعا ربك ولا أمر بالستر لقالوا عليها أمر كده وخلاص إنما الأمر بنا عارفه النفوع في السماء طب لما قولي البنت الفتاة قمر قضي أجملها عشان أو أكلم عنها عشان أبين أنها جميء بك يعني جميلة أقولي الود نخلة هو الود نخلة؟ ليه؟ بينقب بلح؟ لا مش نخلة ده أنا أصدر عايز أقولي أنه طويل تمام؟ الود ده تعلب طب وتعلب ليه؟ عشان أبين أنه مكار فمبدئيا أنا هدخل في دائرة البلاغة وعد مني بإذن الله تعالى الحصة اللي فاتت وأتمنى الناس اللي دخلت جديد أعتقد أنه ممكن التطبيق يبقى موجود في الأبليكيشن ممكن يشوفه أنا مش عارف طبعا إخراق نظام ويه في المنصة هل تقدروا تشوفوا الحصة اللي فاتت ولا لأ؟ تحاولوا تشوفوها نفس الكلام إحنا دلوقتي أرجوكم هنطلع وعد مني الأي واحد بيكره بلاغة بإذن الله هيخرج وهو حابب البلاغة ما تيجي نخش كده مع بعض واحدة واحدة نشوف مع بعض يلا لو جبنا الملف اللي معانا وشوفنا مع بعض يا جماعة احنا هنضور مع بعض كده في حاجة ظريفة يعني ومعانا برضو صبرتنا ومعانا كل حاجة ومعانا اسئلتكم اسألوا ما بدى لكم بشرط ان كنتوا تسألوا فيه اللي نتكلم فيه يلا مع بعض بصوا معي أنا عندي زي ما شايفين كده في الشاشة هنشوف نلاقي ان البلاغة عندي ليها ثلاث حاجات أنا محتاجهم النهاردة هركز ضروري في الصنفين اللي هم جنب بعض أنا عندي ان لو شوفنا اللي معانا هنا هلاقي ان أنا عندي ثلاث حاجات لو شوفنا اللي عليمين ده قدامكم هلاقي انه بيقول لي ممكن اسئلة يقول لي الصورة البلاغية يقول لي الخيال يقول لي الصورة البيانية هو ده اللي انا اشتغل عليه طيب عشان اشتغل عليه نبص مع بعض اللوحة اللي جاية اللوحة اللي جاية بتقول ان انا عندي الصورة البلاغية اربع حاجات التشبيه والاستعارة وطبعا عندي ثلاث استعارات معليش الملف ده اتعامل بطريقة معينة لا انا عندي ثلاث استعارات استعارة متنية واستعارة تصرحية واستعارة تمثيلية هنتضرب مع بعض ونتقول لي بالضبط وعندي الكناية وعندي المجازي المرسل لو انا بصيت على التشبيه انا بلعبها لعبة ارقام عشان العب لعبة ارقام نركز مع بعض خليكم كده معايا الاول يبقى اول حاجة هنشتغلها اول حاجة يا شباب اول خطوة هو انا قدام تعبير حقيقي ولا قدام تعبير مجازي التعبير الحقيقي اللي هي الحاجات اللي بنستخدمها في حياتنا انا هاعد على الكرسي هاعد على المندضة هاعد على الاريكة زي ما يقول لنا ده التعبير الحقيقي التعبير المجازي ان انا قاعد على تل هموم الله هي الهموم بتقاعد عليها اصلا لا فلو انا قلت الجندي قوي غير لما اقول الجندي اسد المهم انا هروح واخد التعبير المجازي ده وتعامل به فالتعبير المجازي بيدخلني على حاجة اسمها تشبيه حاجة اسمها يا جماعة تشبيه التشبيه ده هو عباره عن اولا عندي ليه ثلاث اركان اربعة الرجن الاول اساسي والرجن التاني اساسي الرجن الاولاني بنسميه مشبه الرجن التاني هنسميه مشبه به هنتفق مع بعض اننا اقدر اشبه اي حاجة يعني التشبيه ده تقدر تشبه اباك وتشبه امك وتشبه اخاك وتشبه القطة اللي عندك تقول القطة دي زي عندي قطة زي الفيل قطة زي الازد اشبه اخوك الصغير اشبه بيتي اشبه قص القص شبه الرئيس اشبه اي حاجة تقدر نقدر نشبهها انما المشبه به ده له شروط الشرط الاولاني لازم يبقى جامد لازم يبقى جامد هتقول لي جامد يعني غير مشتق غير ايه يا جماعة غير مشتق يعني ايه غير مشتق يعني المشبه به لا يأتي اسم فاعل ولا صيغة مبالغة ولا اسم مفعول المهم ان بيجيش مشتق طبعا غالبا الاصري يعني لان طبعا احنا عندنا في كتاب الوزارة فيها المشبه به في بعض في مثال من الامثرة لانه اسم فاعل بس هنقوله ليه انما خلينا في الاصر يبقى ده نمر واحد نمر اتنين المشبه به لا يأتي فعلا وبالمناسبة هو جاء في مثال مش متردد على السنو بس انتو درستوه تمام في اه تانية سنو جات فاعل بس هو ما يجيش فاعل تمام الاصر انه ما يجيش فاعل بتكلم عن الاصر رقم ثلاثة المشبه به لابد ان يكون مطابقا للحالة النفسية لازم يكون مطابق لحالة ايه جماعة الحالة النفسية المشبه به لابد ان يكون وجه الشبه فيه اقوى من المشبه طب هرجع للحاجات دي تاني لما اقول لك بقى خلي بالك ان انا عندي رقم المربع رقم ثلاثة ده مش اساسي يعني جه مجاش براحته ان مجاش برضو تشبيه وان جه يبقى تشبيه اللي هي الاداة عاز اقول لك ان الاداة دي ممكن تكون حرف حرفا حرفي زي الكاف وكأنه يبقى حرف زي الكاف ايه وكأنه وممكن تكون فعلا تمام زي ايه الفعل زي يشبه يشابه يماثل يضارع يضاهي يحاكي يماثل كده وممكن تكون اس زي شبيه زي نظير زي مثيل معايا يا جماعة وما شبه وممكن تكون حرف واس زي كمثل يعني في بعض الحاجات ركزوا بقى معايا في النقطة دي انا عايز اقول ان يعني ايه مشبه به اه لازم يكون جامد يعني اقدر اقول انت عامل كده زي الامر بس ما اقولش مقمر ما اقولش مشمس لا قمر شمس شمس فضة نخلة سماء بحر انا البحر في احشائه بحر تمام اسد فيل تعالى جامد اصر تمام حجرة اه بغل عجل اعازكم الله المهم ان يكون شيء جامد تمام يبقى ما ينفعش اسم المفاوي تمام هو ينفع في حالات سغننا لما يعني انا مثلا الاخوة المسيحيين في الكنيسة ربما ما يعرفوش اسم الراهب يقولوا الراهب جاه ولا مجاش تمام انما ما يقولوش مع انه راهب اسم فاعل ما يعرفوش اسم فعرفا ان الراهب ذات زي ما يقول انسان كده انت راهب يبقى سوى شبهتك بالراهب ما نقولش عليه انه شبهه بانسان حزب انسان وقاتى بشيء من لوازمه وهكلمة راهب لان ما فيش حد راهب الا الراهب انما لو قلت يرقص لأ احنا هو ده مصر كلها ما شاء الله شاء الله شكرا شكاها لعب القرب يرقص وانا رقصت حرس المرمى والاخت اياها بترقص والاخ اياها رقص ففرحه لا يرقص دي لا ما تجيش او راقص لا يعني قال في 2010 والفلك راقصة الشراع لا صور الفلك بانسان يبقى راقصة ما شبهتش الفلك براقصة تمام كده يبقى اقدر اقول ان كلمة راهب دي ودي موجودة في منص غرب وانا لا تنفع مشبه به طيب يعني ايه مشبه به لازم لابد ان يكون مطابق للحالة النفسية انا ممكن اشبه حاجة بحاجة وما تكونش مطابقة للحالة النفسية بس تشبيه هعمل ايه ولكنه تشبيه معيب يعني انا لو شفت واحدة فوش جميلة كده وبيضة جميلة وهنا في حسنة اقول والله الحسنة دي عاملة زي الطوب الطوبة اللي بنلاقيها في في الرز لا انت بتتكلم ازاي ده الحسنة دي جعلت المرأة او زادت المرأة جمالا فانت تقول زي الطوبة ده كلام طيب واحدة جميلة ومشاء الله وبيضة النهاردة ايه ما انا نشغل الواحدة الجميلة يلا بقى مش مش كده واحدة جميلة ومشاء الله عليها واقول والله العظيم يا جماعة ده انا النهاردة تقدمت الحتة عروسة الله اكبر يام العروسة دي والله العظم اجمل من كفن ابيض من كفن عاملة ايه ما شاء الله عاملة دي الكفن يا رجل تقل لا ده الكفن ده لو انا يقولك الرجل ده حعمل الكفن وعلى ادراعه يعني راح يموت انت راح فين اشتري كفن يبقى العز على المقابر هو الكفن ده بجيبه بفرح خلتك الكفن ده اللي على الحزن مع ان الكفن ابيض فعلا لكن ما ينفعش تيجي تقول لي يا مستر معلش الله على قميسك ليس ده النهاردة جبار ويكون عندك الشارع بتاعك بيسفلتوه وبيرش مزوت والله يا مستر عاملة زي المزوت اللي قدام بيتنا يعني طب زي ما يقوله كده اللفظ سعت يبقى نقدر نقول انه تشبيه مخالف للجو النفسي مرة شاعر شاعر اراد ان يشبه عارفين الواحد لما يسحى الصبح كده لو رحت الحضائق انا عارف انه كل الناس ذوقتي الصبح من اللي هيسحى ده ما يسحىش اصلا اذا كان عندهم حاجة لأ كنا زمان نتلع نتنزه في الحضائق ده بعد الفجر ونبص فكنا نلاقي قطرات الندى على الورق الاخضر وهو بينزل فيتجمع ويروح منقط كده فالشاعر حاب يقوله ايه يقول من كل زاهرة ترقرق بالندى وكان معجب ابو تمام كان معجب بشكل القطرات الندى اللي على الورقة بيقول كأنها عين اليك تحذره عين بتعيط طب ده كلام العين دمع دمع العين حد وعتقول لي دمع العين ما انا ممكن اضحك شوف انت بتقول لي ما انا ممكن ما انا ممكن اضحك او او اعيت من الفرح البنت اول ما يجي لها عاليز بتعيط من الفرح الراجل اول ما بيعرف ان بنته او ابنه جاء طلع مثلا مركز يعيط من الفرح البنت مش بسدها او الولد مش بسدها يا عمي لا الاصل في الدمع ايه عياط فانت متقولش اصله ممكن ما حدش يقول لي ممكن تمام الضحك ده ما حدش يقول لي طب ما انا ممكن اعمل كده غاز لا الضحك للانسان فما حدش يقول لي غاز تمام اه يعني لما يقول لك عن موضوع الدنيا اه انها ما تظنش انها لما تفتحل يبابتتحل تمام فلا تظنن ان ليس يبتسم يعني اذا رأيت نيوبا ليس بارزة مع ربا فلا تظنن ان ليس يبتسم الابتسام للانسان لو قلت ابتسمت الناقة لا يبقى صورت الناقة بانسان يبقى دي مسلمات فما يبقى تاني الكلام ده علينا في المنهج انا قاعدش افاهم ما انا مشاعد اقول اذا جاء المشبه والمشبه به فقط فنحن الان امام تشبيه بليه يا عمي مشا نحفظ نعدي النهاردة عشان نفهم مع بعض الكلام اللي انا بقوله له اصل في المنهج همال ايه همال ايه تشبيه مخالف للجو النفسي وده موجود درس موجود في نص التاني في كتاب الوزارة هو نص المساء للشاعر مطران وبالتالي يبقى ده اللي بنقول عليه طيب يعني ايه بنقول ان وجه الشبه يكون في المشبه به اقوى من المشبه اقضي في الموضوع ده ايه طيب اقول الاول يعني ايه وجه شبه وجه شبه هي الصفة المشتركة بصوا معايا يا جماعة وجه الشبه هي الصفة يبقى انا عندي المربع رقم اربعة ده اللي هو ايه وجه الشبه الصفة بقى دي الصفة المشتركة بين المشبه والمشبه به يعني ايه بقى موجود في المشبه به اقوى من المشبه نقول لو واحد بيقول له انت مثل ابو تريكا مش هقول ابو تريكا يعني هو اسمه كده ابو تريكا على طريقة الحكاية لان اي حاجة بعد مثل مضفل انت مثل ابو تريكا ايه؟ في الحرفانة يبقى لازم صفة الحرفانة تبقى موجودة عند ابو تريكا عشان اباين ان انت حريث واضح؟ لما بقول انت مثل الاسد او الجندي مثل الاسد انا عايز اقول ان الجندي شجاع والاسد شجاع بس انا عايز اعرف ان الجندي شجاع فاروح تجايب صفة معروفة عنها الشجاعة او حاجة معروفة عنها الشجاعة زي ايه زي الاسر اقول بيتنا زي الاسر انا قاعدة يا امها في اسر لما تيجي تتجوز اول ما يسيفها ويطلق انا كنت قاعدة في الخن تمام يبقى قاعدة في اسر في ايه في الاتساع معروف الاسر في الاتساع في الفخامة تمام هو ده اللي بنتكلم علي يبقى احنا بنقول وجه الشبه لازم يبقى اقوى في المشبه به عن المشبه ممكن يجيب في المشبه عن المشبه به بس تبقى مبلغة لما واحد يقول لك انت زي الامر لا يا راجل امر ايه انت الامر والامر اللي زيك بيبالغ بيعاكس عشان وبعد ما يخلص هيسيبك كلمة امر ويقول لك انت كخاية تمام اسمها مبلغة طيب يبقى فهمنا الجزء ده هنيجي في المستند رقم اثنين في شغلنا عشان نعرف احنا هنتعامل ازاي يلا معايا كده نبص مع بعض نرجع بقى للتجميل انا عندي هنتفق مع بعض انا عرفت الاول المشبه والمشبه به و وجه الشبه والادام لو انا عندي على سبيل المثال لو انا قلت المشبه وقلنا عليه رقم واحد والمشبه به وقلنا عليه رقم اثنين والاداه وقلنا عليه رقم تلاتة وجه الشبه وقلنا عليه ايه رقم اربعة انا عندي هنعملها ارقام عشان معرف نشتغل هنعملها ارقام بصوا معايا كل ما ده واحد واثنين موجودين وتلاتة موجود واربعة موجود بنقول عليه تشبيه مفصل ولو انا عندي واحد زائد اثنين زائد تلاتة بنقول عليه مجمل ولو عندي واحد زائد اثنين بنقول عليه بليغ ولو عندي واحد ونقص اثنين ده لا واحد موجود واثنين لا بنقول عليه استعارة مكنية ولو عندي اثنين ده هو اللي موجود وواحد لأه بنقول عليه استعارة تصريحية هقول تاني اللعبة كلها لعبة ارقام انا خدت ارقام ايه لو كل الاركان موجودة بنقول عليه مفصل لو التلاتة دي المشبه والمشبه به والاداء اقول عليه مجمل لو قلنا المشبه والمشبه به بس فهروح اقول عليه ايه هقول عليه بليغ لو انا رأحست هلاء العامل المشترك فيهم كلهم لو انا بتهدرس رياضة هلاء المشبه والمشبه به طيب اذا وجدنا اذا وجدنا احدا ركني التشبيه غائبا فهي استعارة شبهت حاجة بحاجة بس الحاجة رقم اتنين دي مش موجودة اسمها مكنية اسمها ايه مكنية يعني ايه مكنية يعني مخفية طب رحنا رايحين ملقناش رقم واحد رقم واحد ده مخفية بس عارفينه ولقينا رقم اتنين اسم مصرح به ما اخفهوش عشان كده قلنا عليه استعارة ايه تصريحية طيب انا هفترض ان احنا مش فاهمين شوفوا يا جماعة احنا لازم تعرفوا ان المطلوب مني ان انا هتطلع من الحصة فاهم فاسبوني انا عارف الاسئلة اللي بتدور في دماغكم اللي انتوا عايزين ترفعوا اديكم فيها وتسألوا انا هجنيكم عن الاسئلة وانا اللي هقول اللي هقولكم النظام ايه وهنرجع تاني هنلعبها لعبة مربعات اهو انا بقى مش اقول ارقام انا معي اهو اربع مربعات لو سألتك كده يعني انا لو سألت على سبيل المثال مين مين احمد يا مين احمد افتح يا مين المربع ده ايه اللي انا مشاور عليك اللي ده برافو عليك خلاص حفظنا طب انا عندي ده موجود وده موجود وده موجود وده موجود يبقى تشبيه ايه منه مفصل مفصل طيب انا بقى روح تجايب المربع ده وروح تجايب المربع ده وده هقول عليه ايه بدون ما اعمل ارقام المجمل مجمل هروح اقايل لمين للطالبة رحمة ايه سلوسي ولا ايه رحمة ايه وينسي اعمل ايه رحمة الحمد لله بخير هنا المربع الاخير ده ده ايه بليغ بليغ ايه طب المربع التنس هو ايه او هنا مشابه ومشابه به المشابه والمشابه به الاتنين دولة ايه ها بليغ برافو عليك لو انا جيت بقى احنا عايزين اللي بقى عمل يا جماعة وحد يعني يستهين برسوماتي ده ربنا نفسه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم اكتر الايات قصص وكل ما يجيب حاجة في القصص هل يقول كده لعلهم يتفكرون تمام اذا القصص يعني انا عندي مدرس دلوقتي مدرس حاليا بكل ما يقابلني بيقول لي اقسم بالله اقوم درس ما شاء الله من 30 سنة كنا من درس بيقول لي انا فاكر الجمل اللي انت كنت بترسمه ايام عم ترى وعب قال لي فاكر منظره وفاكر اللي مش عارف ايه انا ما ليش جاعد انه بيقول علي سيبكم مش قصد انه بيمدحني انا قصدي لي برسم انا بحب قوي ان الناس تخطط وترسم عشان الرسمة دي هي اللي هتفكرك اذا ان انا بخاطب المخيخ المخيخ لما بيكون لما بيطلع بيطلع حمض كيميائي اسمه حمض الكلاميك تمام اسأله اذا بتعكمي هيعرفو لكم حمض الكلاميك ده ايه اما اذا لم يفكر هيطلع حمض الخرب تيت وبرده اسألهو هيعرفو انا عندي الشكل اللي قدامي ده هروح مخبركم اتنين هل ينفع تشبيه ماينفعش يبقى ده استعار طب هو اخفاها ما قالش ده شبه ده ايه احنا عارفناه من حاجة موجودة يبقى استعارة مكنية طب لو رح عمل نفس المربعين كده ورح جايب كده ورح قال لي ده اللي هنخفيه كده هو اه ده ده اللي موجود رقم اتنين اللوامين المشبه بيه ايه يقول لي ده استعارة ايه تصريحية استعارة تصريحية تمام خدنا ده كله ما ناخدها بالامثلة هاخد امثلة خفيفة ثم هناخد امثلة اصعب شوية لو انا قلت على سبيل المثال او الامثلة خفيفة انا لا بحب اجيب المثال ده ولا احب بشوف شكله لانه كله بيجيبه الجندي المصري مثل الاسد في الشجعة لو انا طلقت مين اختار مين ابرار يا ابرار نعم يا مستر نعم يا مستر ها طلعي لبقى هم تلاتة فين مصري هو المشبه المثلة هده بس عايزة طلع رقم اتنين المصري رقم اتنين المصري يا كلام رانا رانا اشرب ها كريم فين رقم اتنين فين في الشجاعة ايه يا جماعة وانا ما فهمتش ولا ايه ما عارفتش افهم ها يلا منا خلاص خلاص انا عايز الناس صحي يا جماعة يعني محدش بقاعد كده وخلاص تمام الناس اللي بتسأل بالنسبة للنصوص والقراءة يا جماعة احنا الكورس بلاغة النهاردة الكورس بلاغة واضح قوي ان احنا هنشتغل ايه النهاردة احنا ما دخلناش في منهج يعني احنا النهاردة ما دخلناش منهج احنا بنعمل كورس بلاغة انما المنصة هنا هيبقى فيها كل ملازة وطاب اللي انتو عايزينه تمام انما ده وقت عشو محدش يسأل انا ده كورس بلاغة عطينا الاسبوع اللي فات او اليوم الاثنين كورس او دورة فيه نحن نهاردة دورة في البلاغة طيب عايزين من اللي هيرفع ايده معايا اختر معانا ها مين ابراحمن يا عبدالرحمن اه يا مستوى عامل يا عبدالرحمن انا محمد بس انا غيرت انا بس هو اسم اخويا ماشي طيب قولي يالله ها اسم محمد اه 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 رقم اتنين منين يا محمد اه من كبر الشيء ماشي يا محمد طيب قولي بقى الرقم اتنين من دكتور محمد شجاعا الاسد ها انا ما اتكلمتش طب قولي يا محمد يا جماعة الفتح المي كيف ها قولي يا دكتور محمد رقم اتنين في الترتيب بتاعنا اه هنا الجندي المصري ليس المتربة بيه فين رقم اتنين الاسد برافا يا دكتور محمد ورقم واحد اللي هو الجندي الجندي المصري دي يا استاذة ابرار الجندي المصري يعني خلينا قلت الجندي العراقي هقول الجندي شبهته بالعراقي لأ انا عايز اشغل رقم اربعة فين اللي هي الشجاعة طيب يبقى ده يا دكتور محمد التشبيه ايه مفصل هستاذلك يا دكتور محمد تخليك معايا عايز اطلع التشبيه ده مجمل اعمل ايه اه او احذف اه مثل مسلا انا ما قلتش كده هو انا قلت كده يا محمد واحد ابنين تلات لوك الشجاعة انا ما قلتش هنقول الجندي ايه مصري مثل الاسد وخلاحص وخلاحص مثل الاسد هقولك يا محمد انت اكيد شاطر وواضح يعني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة